بسم الله الرحمن الرحيم نكمل البرول والطريقة الخامسة من طرق التحديد بيقول لك هنفعل هنعمل كندنسيشن يعني برضو هننزع مية اهو بين مين ومين ألفا كلورو كيتون اهو ألفا كلورو كيتون طي انا هعرفوا ازاي ده ألفا كلورو كيتون اهو كيتون الكربونة اللازق فيها اسمها ألفا هو لازق الكلور لازق في الكربونة الألفا ماشي دايما كده كربونة ديت ده كيتون الكربونة اللازق فيه مباشرة ألفا واللي بعدها بيتا ماشي يبقى ألفا كلورو كيتون هنفعلها مع بيتا كيتو إستر بيتا كيتو إستر هوا عشان نعرفها ده الإستر صح دي الألفا ودي البيتا بتاعت الإستر ماشي ده الإستر دي الألفا ودي البيتا فهو على البيتا في كيتون تمام يبقى ده اسمه بيتا كيتو إستر طيب هوا أمسك هوا أفعلها مع أموني عشان احنا بنتكلم على بالرول عايدين نايتروجين طيب يبقى انا عاول حاجة هعمل ايه همسك البيتا كيتو بيتا كيتو استر دي هفعلها مع امونيا ماشي واعملها كندنسيشن هنزع مية هيطلع لي ايه بدل الدابل بوند او هيدخل الان اتش خلاص حضرتها هيعمل ريزونانس مع بعض يعني الدابل بوند مرة تحت ومرة فوق سهلة قوي همسك المركب دوت ماشي او دوت عادي يعني الاتنين واحد هبدأ بيه هفعله مع اللي قلنا عليه الفا كلورو كيتو ماشي وبعدين هنزع الاتش سي ال هنزع الكلورا من هنا هنزع اتش سي ال والاتش التانية منين من المكان اللي هترتبط بيه من هنا الاتش هنا عشان اربط الكربونتين في بعض طيب اللي هيحصل هم اربع كربونت واحد اتنين تلات اربع اربع كربونت هيعملوا حلقة رباعية والخمسة بيها ايه النايتروجين طيب او لما يرتبطوا ببعض اللومبيرل عن النايتروجين قولنا دايما تهاجم عشق الموجب هاجمت عالكربونة اللي هنا وارتبطت بيها وتغادر الاكسوجين تمام ممكن تغادر او ممكن المهم انها تتفكي الربطة المزدوجة دي خلاص لما تفكت الربطة هتكون المركب الاكسوجين دي راحت فين راحت ورا هنا بقت على شكل او اتش ليه عشان هي في حالة ريزونانس احيان بتبقى احيان بتبقى او احيان بتبقى دا بالبندقو خلاص يبقى لما ترتبطت تتفكت الربطة وتكسرت اللومبير تهاجم على الكربونة المجابة وترتبط بيها تلزق فيها عشان نكمل الحلعة الخمسية وعندما ترتبط بيها تتفك الربطة المزدوجة دي خلاص هاعمل اي بقى كل ده انا عملت خطوات دي عشان اخر خطوة هعمل كوندنسيشن نزع مية عشان خطر الو اتش اللي من هنا هتغادر عشان خطر اي حصل ايه عشان خطر هتتكون البرول اللي عندي بكل سهولة مراكب مافيش اسهل منك كده طيب طيب انا عندي ايه كمان هنا انا عندي ايه طريقة السادسة احط امرر يعني تمرير ميكشر من الاسيتيلين اللي هو السيداب البند كده اللي هو تريبل بند الربطة ثلاثية ميكشر لازم ميكشر مخلوط يعني لانه مش هيكفت كربونتين يبقى لازم ده مع اسيتيلين كمان يعملي اربع روابط وحط معهم الامونية تعملي الربطة الخمسة خلاص هنشوف ازاي هحطهم في هوت ريد هوت تيوب انبوبة حمراء وساخنة مش اهو حطيت جزئ وجزئ وبينهم الامونية تكون ربطة حلقة خماسية فيها البرول وبكده خلصت ايه طرق التحضير الخمسة سهلين جدا باذن الله ما تنسوش اعملهم في التجميعة واللي هتصورها وتوريها لي هكون سعيدة جدا جدا بيها اوكي الاسيدك بقى ايه هي طرق اه بيقولك انه احنا قلنا انه قاعدة ضعيفة هو ايضا حمض ضعيف ويك اسد البرول ويك اسد لانه هو قلنا الحمض هو شيء يمنح بروتون وهو في بروتون هو يقدر يمنح البروتون البروتون هو اللي مخليه حمض ده واللوم بير اللي عليها ينخليها قاعدة فهو قاعدة ضعيفة وحمض ضعيف في نفس الوقت خلاص فبالتالي يقدر يعمل لنا يعمل لنا مثل سولت دايما حمض مثلا زائد قاعدة اي حمض يدينا ملح وماء السولت يعني نا سي ال اللي هو ملح الطعام زائد ماء الو اتش تمسك مع الاتش فهو نفس الكلام البرول دوتها يحضر لنا مثل طب ازاي اهو لما احط معا كي او اتش قاعدة قوي في وجود الدامسو اللي هو مذيب اسمه دايمايثايل سالف اوكسايد تمام في سالفر المهم المذيب دوت اي حكا مش مهم المذيب المهم القاعدة مع الحمض هتعمل لنا ملح وماء الملح اللي هو البوتاسيوم يمسك في البرول اهو مشي زائد الميا مش لازم يكتبها ببالتالي لما نعمل الملح مثلا زي الالكايل هلايد وكده لكن ما ينفعش يتفعل مع الالكايل هلايد لوحده هو بالرول لازم يكون على شكل ملح خلاص دي مهمة تاني حاجة بيقولك كمان اهو افيدنس دات هناك دليل ان هو بيتفعل بيكون املاح مع وهنعمل ايه هو هنحفظ نوصم منه في العريفاتك اللي هو ار ام جي اكس ماشي في وجود اهو 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 تمام هيعمل ايه اسمه ار ام جي اكس اكس دي اللي هي اي حاجة بيقف زي ما هو اللي هو ام جي اللي هو اغنسيا مع كلور او او اي حاجة يقف جنبه وده سالب وده موجب زي ما حصل ده اسمه وده اسمه بس ده وده اسمه تمام بعد كده انا قدر اعمل في ايه اي حاجة اكمل اي تفاعلات هنا عايز موضوع سهل جدا بس اتعرف ان هو جنبه هو ده الحساسية بتاعت البرول للأسد حساسيته دي شوية ارقام وكده بيقول البي اتش بتاعته كده انا متوقعش ان هي دي يتيجي نشو اسألوها عموما يعني انا عايزين تقرؤوها اقرؤ اقرؤوها هنا بقى الاكتروفاليك سبستيوشن الاكتروفاليك اروماتيك سبستيوشن ماشي ال اي اي طبعا التفاعلات كلها ملخصينها في صفحة واحدة اللي هي دي اللي هي دي زيارة تسكروها منها تعالوا مش تبص علي التفاعلات امسك البرول لو حطيت عليه نايتريك اسد هحضر نايترو برول سهلة قوي طب لو انا حطيت عليه بقى ازاي فكريم فريدر كرافت الكيليشن و السيليشن بس انا مش فريدر كرافت مش تفاعلات فريدر كرافت لازم على حلقة البنزين لوحدها ماينفعش لحلقة المنزين عليها حاجة تمام لكن ده شبيه ب CWO وهنا O وCH3 ماشي وهنا المجموعة ده معمولة مرتين هحملها ازاي هاخد واحدة من المجموعة مش هي مكتوب مرتين هاخد واحدة منها هلزقها في البرول اللي هي الاسيتايل جروب دي اسمها اسيتايل جروب تمام الاس أو تو سي نايكلورايد هيدخلي كلور في كل الاماكن مهم التفاعل ده عشان في بنات اتدخل كلورا واحدة لا ده هيدخلي كلور في كل الاماكن اتنين وثلاثة واربعة وخمس تترا كلورو اربعة رباع كلور طب لو قاعدة قوية في وجود الايودين ايودين برومين اي حاجة هيدخلي الهالوجين في كل الاماكن تمام هنا ايودين واحيانا ممكن يكون بي ار عادي على حسب اللي انت دخلتين مع القعد مهم برضو يبقى امت ادخل كلور لو كان س او تو س امت ادخل بقى يود وبروم اللي هم اخوات كلور لما يكون معهم كي او اتش خلاص طيب سي اتش ثري اليود مع كي او اتش يطلع لي هنا يود كله ماشي طيب لو انا بقى عايز اعمل ريمل تيمن ريمل تيمن ده تفاعل مشهور هتلاقوه بعد كده في اخر الكتاب في البريدين وكده البرول ده شبه البريدين تحضير بتاعه لو حفزته سم هيسهل عليكم بعد كده في الفاينال التفاعلات برضو بتاعته شبه البريدين جدا طيب ريمل تيمن هو عبارة عن ايه انا حطيت الكايل هلايد في وجود ايه كاو اتش قاعدة قوية هيدخلي يحضرلي الالدهيد ريمل تيمن هو تفاعل تحضير الالدهيد من البرول مشي يبقى اعطاني الكربالدهيد ده اسمه كربالدهيد واحد اتش برول اتنين كربالدهيد طيب لو حطيت بقى ده برضو تفاعل مشهور جدا ومانش تخلينا واحدة واحدة هو عبارة عن تحضير الالدهيد برضو من البرول بس مغير المركب اللي عسه ماشي طيب هحط ايه عايزة اعمل منش راكشن منش راكشن بقى بيحضرلي ايه بيحطلي ان بيحضرلي ان عليها ميثايل ميثايل مجموعة ميثايل وميثايل هحضر امين الامين ده مجموعة الامين ميثايل امين ماشي هنا النايتروجين بتاعت البلول جنبها الدايميثايل امين تمام دايميثايل اتنين نايتروجين عليها والمركب كله اسمه ميثايل امين خلاص طيب ليه ميثايل هنا ده اسمه ميثايل صح ودي امين وهنا دي الدايميثايل اهي خلاص طيب هنا البيريدين بقى لو حطت بيريدين مع اس او ثري شبه تفاعلات البنزين لما كنت بحط اس او ثري اتش اس او ثري دخل اس او ثري بحضر السلفونيك اسد طيب انا عايز اعمل احطي الدايميثايل داي از يعني حاجة فيها اتنين نايتروجين هيدخل علي اتنين نايتروجين ماشي الدايميثايل بيطلع لي ايه داي اتنين واد نايتروجين مسكن في بعض في ربطة مزدوج خلاص مع الفينايل لاني انا بدأ بفينايل ده هي مجموعة بنزين يعني اسمها فينايل خلاص دي بعض تفاعلات البيررول بتيجي بالاسم كده لازم تبقي عارفة ريمير تيمان وفي اسم فيلس ماير بيحضروا لي الالدهايد المانش راكشن بيحضر لي امين خلاص ودوت الدايازونيوم العصالت برضو بيحضر لي امين اخر حاجة عندي عملية الاختزال بتاعته ازاي انا حط لو حطيت او نيكل او بي تي او مع بي تي او بي دي كل دي اختزال يمعنى اي الاختزال بكل سولة بكسر الروابط وبعملها هيدورجينات بخليها ساتوريتد مشبعة تتراهايدرو يعني حطيت فيها اربع هيدورجينات بكسر ربط او ادخل هيدورجينات مشي شكل المفروض هنا اتنين اتنين في اتنين باربعة دخل اربع هيدورجينات سهل جدا جدا تفعلات البرول بالتوفيق حبيب والله يوفاك يسهل عليك يا رب